السلام عليكم بنات اهلا بكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله راح نديرو هاد الحلوه الرائعه المحشيه بدوق الكرامل دلتها في الفيسبوك و كامل عجبتهم هبلوا عليها قلت نعوده لكم هنايا تبعوا معايا المقادير هنا عندي مية و خمسة وعشرين قرام زبدة طرية تبغوا الضحف و مقادر ضحفوا البناتها نتغيش كمية قليلة هنايا عندي سيكو فانيي و راح نديرو هاد الفلون كغامل لينشروه مبرا نديرو فلون كغامل وهاد العبرت عفل نقاردو نعبرو بي كل شي هنايا عندي عبر تعسيكو فالقلاس نديرها في السلاديين نغربلوه البنات من الاحسن مم فاينا نغربلوها عفل من الاحسن فورا نعودو عندي زبدة عندي لفاني عندي فلون كغامل و عندي سيكو فالقلاس نخلطو كل شي بالباطر خلطوه مليح مليح حتى تكون يعني الخريط كريمي هنايا عندي عبر تعماية زينة وعندي حبة بايد هذا مكان حبة بايد اه وننصحكم بنات ضحفوا المقادر هنا راح ندير حوالي تنين ملاعق كوكا ومطحون راح نحشوها بالكوكا ودوكتفو معايا تنين ملاعق كوكا ومطحون ونديرو الفارينا في غاميزو غير بشوية هنايا دخلتلي ستة عبر بهذاك الفلون دخلتلي ستة عبر فارينا نغربلو اشاكفو نديرو نغربلو ونلمو حتى نتحصلو على عجينا تكون تريا كما تعصاب لي ابي بخي وفواني نوريكم فيها يعني بلو كنتوها بالفلون راح يتجي تريا وتسعفكم ما تشقق موالو هنا يجو الحشو هادا كوكا وكاس كبير تح كوكا وطحنته طحنوه مليح مليح البنات حتى يولي شغل يتعجن فرحت على القهوة وهنايا البنات عندي شوية عنوات كوكو راح ندير حوالي 3 ملاعق تعنوات كوكو مع الكوكو هذا بينسوق الحشو نذكر الاخوات هنايا عندي هاد الكغامل جيتها من البلاد راح نديرو في الحشو حوالي 2 ملاعق تحسيك غلاس راح نرابو فيها قشو الليمون ونديرو فيها هاد الكغامل لبنات انا اختيت كغامل تقدروا تديرو تلموها الحشو بالكونفيتور بالشوكولة بالحسل بالنسلي كغامل نسلي بيض كي ما تبقوا لكم الاختيار انتها بالكغامل هنايا شوفو نتحصلوا على الحشو يعني بالخف كي شغل معجن نكوروه كي ما الحشو على تشارك فولا هنايا نحل اللابات التاعي ونطبحها بالكاس ولا بالأمبوخ تبياسا مدور يكون متوسط نجيب الحشو عندها حربوش ونبلع الحبه التاعي كما نديرو تشارك تاعنا الجزائري يعني نفس الطريقة وفولا نبلع مليح مليح باش بتنحلناش نحاول هكا بيدية يعني نسوي مليح الحبه وهنايا دهت زوج اشكال درتك الهلال ودرتك مكورة عادية هنا يجيب الحشو اللي كورته توجو الحشو الصغري على العجينة ونحشيها ونكورها مليح ونطيب الحلوة التاعي على 180 دراجة وتبقى ونطيب خليها تبرد تماما وكي تبرد نغطسها في الحسل في النوات كوكو هدا ممكن ولا غطسوها في الحسل ولا في الكونفيتو غطلوها في الكونفيتو في الكوكو والاكم الاختياء نغطسها في الحسل في النوات كوكو وهي الحلوة تاعنا كي يجات بينسوع البنت يعني يزوقوها حتى كي تبرد شوفو هايلا بنينة بزك 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 إن شاء الله تجربوها البنت وننصحكم نضح في المقادر بس كي قد تعجبكم بزك هذه هي الفيديو سلام في فيديو جديد